من بينها لجنة العفو الرئاسي وقرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاق سبيل عشرة من المحبوسين في قضايا رائي هنتعرف مين هم العشرة دول وأي قضايا حتى الآن اللي أمامنا عشرة هنعرف برضو من لجنة العفو هل هم عشرة ولا أكتر في قيمة أخرى دي العفو بقى يعني لجنة أمن الدولة أو النيابة دي يكونوا المحبوسين احتياطي الجزء التاني اللي احنا منتظرينه العفو الرئاسي دول اللي هاخدوا أحكام وحنتمنى أنه يعني نشوفهم طبعا صور الناس صور الأهالي صور الناس شباب وهم خارجين دي صور الحقيقة بتثلق صدورنا احنا مش عايزين الولاد دول والشباب دول يكونوا على الإطلاق عشان قالوا رأي عشان قالوا فكرة عشان قالوا كومنت على السوشيال ميديا عشان كتبوا حاجة أنهم يكونوا محبوسين شكرا للسيد الرئيس شكرا للجنة العفو على قرارتها أو على مجهودها الحقيقة